شايفت إدارة مصر لهذا الملف حتى الآن؟ شايف رؤيتك لها إيه؟ إيه العوامل اللي مصر مستندة كمان عليها حتى تستطيع إدارة هذا الملف بهذه الحكمة وبهذا الرشد؟ في الحقيقة مش أول مرة نشوف إدارة مصرية حكيمة وفيها كثيرا من الثبات في التعامل مع ملف شديد التعقيد ومتفجر بهذا الشكل إدارة بنشوف فيها ملامح الإدارة المصرية للأزمة الليبية ملامح الإدارة المصرية للأزمات اللي ممكن تظهر في غزة دايما مصر بتظهر كدور إطفاق رجل إطفاق في المنطقة وضاعي للسلام فكرة أنه أنه إحنا طول الوقت بنبحث عن حلول سلمية رغم أنه كل الأطراف بتتكلم عن حلول عنيفة وقوية وكذا مصر الصوت الوحيد صوت الحكمة الوحيد اللي بيبقى في زهنه طول الوقت مصلحة الشعوب صحيح ملتزم بالأعرف والقوانيات الدولية بالضبط مصلحة الشعوب وحق الشعوب دي في الحياة يمكن لما نتذكر الإدارة بتاعة مصر للقمة الأفريقية والاتحاد الأفريقي كانت فيه مبادرة إسكاة البنادق ومصر يعني عملت فيها جود كبير جدا أنها تمنع النزاعات المسلحة بين كل الأطراف اللي ممكن تنشأ في بعض الدول وتؤثر على حياة الناس وهنا فيه بعد حقوقي زي ما قلت لحضرتك مثلا في استقبال اللاجئين والترحيب بيه وما غيره ده بعض حقوقي برضو بتبني عليه نظرة مصر لفكرة حقوق الإنسان وإزاي هي محور من محاور الأمن القومي والتحرك في الخارج إنه حقوق الإنسان النهاردة مش بس فكرة التزام بالاتفاقات الدولية وغيره لا أنت بقى عندك حس مصري أو تجربة مصرية في تطبيق العملية دي يعني بناخدش اللي موجود في الكتاب ونطبقه لا إحنا فيه بصمة مصرية بتحصل في الملفات دي وزي اللي حصل كده في ملف قضاع الإرهاب ليك برضو تجربة مصرية مختلفة بالتأكيد وإنتي حتى لما تيجي تبصي على الملف دوت وإزاي أنت تعملت معاه هتلاقي إنه كان فيه مصارين فيه المصار اللي فردته عليك الظروف واللي فيه اشتباك عسكري وفيه وربما يعني دي ذكرى مهمة جدا إن احنا نوجه التحية لأروح شهداءنا الأبرار بالفعل النهاردة كل التنمية اللي بتحصل في سينة وكل الجهد اللي بيحصل في سينة وكل الأمان اللي مصر النهاردة بتشعر به هو نتاج تضحيات هؤلاء الأبطال فده مصار لكن المصار التاني أنتي كنتي بتواجهي بالسلاح وفي نفس الوقت تزرعي وبتعملي تنمية وبتشوق طرق ولما تيجي تبصي على ما بدأ التنمية المستدامة هتلاقي فيها أساسيات واضحة لازم يبتدي التنمية بطريق عشان تقدر يتوصلي له كهرباء ومية وناس ومجتمعات عمرانية فانتي بقى عندك أنفاء لسينة وعندك طرق لسينة وحتى الطرق اللي النهاردة بنشوفها لغاية معبر أركين ده جهد كبير جدا دولة عملته العشرة سنين اللي فاتوا كلهم كان ده مصار التنمية الحقيقة